تتوسع جبهة حرب الميليشيا في البلاد ويتوسع معها أعداد الجوع والنازحين فالأزمة السياسية في البلاد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والإنساني فحسب بيان صادر من الأمم المتحدة أشارت فيه إلى أنها خصصت 13 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدة بغرض تغطية نفقات العملية الإنسانية في اليمن البلد الذي يعاني وضعا اقتصاديا صعبا نتيجة شح الموارد تضاعفت فيه أعداد النازحين لتصل إلى قرابة ثلاثة ملايين شخص في ظل حرب الميليشيا التي ساهمت بشكل كلي في تعطيل مؤسسات الدولة واستنزاف مصادرها لتمويل حربها في المدن اليمنية نتائج انقلاب الحوثيين على الدولة ساهمت أيضا في منع تدفق المساعدات الأجنبية لليمن والتي تقدر بمليار ونصف مليار دولار حيث أدى انقطاعها إلى تدهور العملة اليمنية وارتفاع الأسعار ما زاد من معاناة الناس تتفقم معاناة المواطنين في ظل حكم الميليشيا فيما ملايين اليمنيين يبحثون عن أفق للنجاة